تشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر الماضي وأضحت الصحيفة أنه تم تحويل نصف المساعدات تقريبا في مايو الماضي يأتي إلى ذلك بعد مناقشات بين وزير الأمن الإسرائيلي واف جالانت ومسؤولين أمريكيين في واشنطن على خلفية انتقادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدارة بايدن بتأخير شحنات الأسلحة ترجمة نانسي قنقر